أهلا بحضراتكم من جديد لسبوع اللي فات كان منتخب مصر للهوكي الأرضي كان بلعب نهائي أفريقيا مع جنوب أفريقيا وكانت المباراة دي اللي هيفوس فيها هياخد أول أفريقيا ويتأهل اللومبياد ولكن لسوق الحظ المنتخب ما تأهلش وخسر من جنوب أفريقيا 2-1 في مباراة الحقيقة حصل فيها جدل تحكيمي كبير جدا ويقول تم الحكم ألغى هدفين المباراة بالمناسبة كان بتلاقي في جهانس بيرج في جنوب أفريقيا في ملعبهم وحصل جدل تحكيمي كبير لدرجة أن فيه هدفين صحاح اتلغوا لمنتخب مصر من وجهة نظرنا بناءنا عليه منتخبنا عشان يوصل الأولمبياد لازم يروح يلعب تصفيات الأولمبياد في مجموعتين اتعاملوا هيتأهل منهم أول ثلاثة يعني ست فرق هيتلعوا من تصفيات دول هيلحقوا بالفرق اللي اتأهلت الأولمبياد مباشرة من خلال بطولات القرية بتاعتهم خلينا نشوف مجموعتنا كانت مين وشكلها ايه طبعا وقع معنا في المجموعة بلجيكا اسبانيا اليابان النمسا اوكرانيا كوريا الجنوبية ايرلندا مجموعة صعبة مجموعة مصر مجموعة صعبة وتتلاقي في مدينة فالنسيا الاسبانية من 13 يناير لحد 21 يناير مجموعة صعبة طب المجموعة التانية مين انجلترا ألمانيا نيوزلندا ماليزيا باكستان كندا تشيلو الصين انت عارفين يا جماعة وانا بقرأ مجموعة مصر تاني بلجيكا اسبانيا اليابان النمسا اوكرانيا كوريا الجنوبية ايرلندا قلت فعليباني دي مجموعتين قلت فعليباني هو مين اللي تأهل الأمبيات لما دول ما تأهلوش لا بجد صراحة يعني يعني لما الفرق ونحط تاني انجلترا والمانيا ونيوزلاندا وماليزيا وباكستان وكندا وتشيل والصين نهر ابيض الفرق دي ما تقاهلتش يا جماعة وما ليه تقاهل مين يعني فهي مجموعات قوية جدا والهوكي الارض ده ليه شعبية طاغية في امريكا بيلعبوه بقى على الجليد بقى وبيلعبوه بشكل تاني يعني بيبقى لبسين خوز وحاجة وبرضه من الالعاب الشعبية في امريكا فالهوكي فكرة اللعب الكرة بالمضرب على الارض يعني الجمهور بيحب يتفرج عليها نتمنى التوفيق لفريقنا طبعا مجموعاتنا صعبة ثلاث فرق يتأهلوا ما حدش يعرف احنا منتخب الكرة التائرة راح كسب اليابان فما حدش عارف حاجة يعني انت ممكن تعمل اللي عليك وقدل اللي عليك وخلاص انت تعرضت للزول متحكيمي اه تعرضت للزول متحكيمي ولكن منتخبنا ان شاء الله يعمل عليه وقدر يقدر يقدر بشكل جيد ونتمنى لهم طبعا ان هم يعني يتأهلوا الامبياد يا رب ما فيش بعيد اشتركوا في القناة